السلام عليكم ورحمة الله سبق وتكلمنا وقلنا أن مقدمات ظهور الإمام المهدي يسبقها أحداث هذه الأحداث أو الأمارات متوازية يعني مع بعض بتحصل في وقت واحد وليست متوالية تلاقي الأحداث مشتعلة في أرض الحجاز وفي نفس الوقت الأحداث تكون مشتعلة في اليمن وفي سوريا وفي مصر ومن ضمن المقدمات التي نحسبها قريبة ذلك الرجل الذي هو من رجال الإمام المهدي وهو أحد المماهدين للإمام المهدي وهو صاحب مصر أو كما قيل عنه أنه صحابي مصر لأن نسبه يعود إلى أحد الصحابة الكرام صاحب مصر هذه الشخصية التي حدث اختلاف كبير عليها ومن الناس من الباحثين من ينكر أصلا وجود هذه الشخصية لأنها لم يصح عنها حديث ولكن لها إشارات مجموع الروايات التي تتكلم عن أحاديث آخر الزمان لها إشارات عن وجود ذلك الرجل كما بدى لنا من بحثنا تابع معايا الحلقة دية هتسمع كلام غريب جدا كما جاء في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد ومن لم يعرف نعيم ابن حماد هو شيخ البخاري وقلمه ترى أن كتابا بأكمله تضعف له الأحاديث كل الأحاديث التي رواها وأوردها نعيم ابن حماد شيخ البخاري يحكم عليها بالضعف أمر محل ريبة ومحل شك كبير ما علينا في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد في أحداث بتتكلم أن في زمن من الأزمان يخرج رجل وينزع منه الحكم ودي بداية الأحداث كما في الحديث إذا رأيت أو سمعت برجل من أبناء الجبابرة بمصر له سلطان يغلب على سلطانه ثم يفر إلى الروم فذلك أول الملاحم يأتي الروم إلى أهل الإسلام فقيل له إن أهل الإسلام سيقعون في السبي العبودية فيما أخبرنا وهم إخوانا لنا قال نعم إذا رأيت أهل مصر قد قتلوا إماما بين أظهرهم فاخرج إن استطعت ولا تقرب القصر فإنه سيحل بهم السباء السبي العبودية تقييد الحريات لو لاحظنا وحللنا هذه الرواية لرأيناها تتكلم عن أشخاص وعن مواضيع من الممكن أن تكون قد تحقق جزء كبير منها فهي تتكلم عن قتل حاكم مصر إذا رأيت أهل مصر قد قتلوا إماما بين أظهرهم يعني رجل يتم خلع من الحكم ويتعرض لأنواع التنكيل ويقتل وهم يشاهدون المشهد بين أظهرهم إذا حدث ذلك كما تدل الرواية فاخرج اترك المكان ليه لأن سيقع بهم السبي يعني سيقع بهم السبي هنرجع لأيام الرقيق لا المقصود هيبقى فيه قمع للحريات ويتعرضوا لأنواع من أنواع تقييد الحريات وتسوء الأمور عندهم والمشهد الآخر أن رجلا من الحكام وصف فيه هذه الرواية أنه من أبناء الجبابرة يعني إيه من أبناء الجبابرة الكلمة دي بتفكرنا بنظام الحكم الجبري يعني من أبناء الحكم الجبري هذا الرجل له سلطان ويأخذ منه هذا السلطان مع أنه من أبناء الحكم الجبري من أبناء الجبابرة فيخرج هذا الرجل يخرج هذا الحاكم ويذهب إلى الروم يستنجد بهم يحاول أنه هو يطلب منهم أنه هما يرجعوه للحكم فيعود هو والروم إلى الإسكندرية اللي هما بيسموها واشتهرت في ما بين الباحثين بملحمة الأسكندرية فذلك أول الملاحم في هذه الأجواء اللي هتبقى أجواء فيها الترابات كبيرة جدا لأن بخلع هذا الرجل من الحكم خلاص هتلاقي الموضوع بقى مطمع للجميع وهتلاقي فيه تقاتل وتنازع كبير على الحكم وحين ذاك في ذلك الوقت يظهر الرجل الممهد الممهد للإمام المهدي أحد رجال الإمام المهدي وهو صاحب مصر اللي الروايات اتكلمت عنه وصفته وصف دقيق جدا وقالت عنه أنه رجل يملك ولا يحكم معروف ما بين الناس بالحكمة ورجاحت ورسانة العقل هذا الرجل محفوظ كما دلت الروايات وأشارت الروايات وقد حدث اختلاف كبير ما بين الباحثين اللي بيبحثوا ويحللوا في هذه الروايات هل سيكون صاحب مصر أو صحابي مصر إنجاز التعبير هل سيكون من داخل الجيش هل ستكون هذه الشخصية من داخل الجيش باعتبار أن كل أو معظم اللي بيحكموا في الفترة في الخمسين سنة السابقة من أبناء الجيش هذه وجهة نظر في وجهة نظر أخرى بتقول أن هذا الرجل المعروف ليس من أبناء الجيش وهذه التمهيدات اللي هتحصل هتحصل في مجموعة من الدول يعني هتلاقي في أرض الشام رجل بيخرج الهاشمي تتوحد على إيديه الشام ويمهد الأمر لمين ويمهد الأمر للمهدي وهذه ليست خلافة راشدة كل دي اسمها ايه اجتهادات فردية من أشخاص في مختلف الأماكن أما الخلافة الراشدة بمعناها بمعناها الدقيق الصورة اللي احنا رأيناها في زمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلافة كاملة الأركان لن نراها إلا في زمان المهدي وأنا محضر حلقة بتكلم فيها وبقول أن الخلافة لن تكون إلا في زمان الإمام المهدي وبفند فيها الأدلة الواهية التي تتكلم عن حديث أن قبل ظهور المهدي يبا في إثنى عشر خليفة وأبين كيف فهم الناس هذا النص على هواهم ونرجع للكلام عن صاحب مصر أو صحابي مصر هذا الرجل كما قلت لكم أحد الممهدين زي ما يبا فيه الهاشمي وهي واحد الشام هتلاقي فيه رجل من مصر هيماهد الأمر لكي يسلم الحكم للإمام المهدي والأحداث كما قلت لكم وبدأت الحلقة أحداث متوازية هذا مجرد اكتهاد مني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ والعلم عند الله وحده أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الكلام وفي هذه الحلقة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر